سين ما الاعذار الشرعية التي تبيح الفطر في رمضان جيم من تيسير الله لعباده انه لم يفرض الصيام الا على من يطيقه واباح الفطر لمن لم يستطع الصيام لعذر شرعي والاعذار الشرعية المبيحة للفطر هي المرض والسفر والحمل والرضاع والشيخوخة والهرم وارهاق الجوع والعطش والاكراه اما المرض فهو كل ما خرج به الانسان عن حد الصحة من علة وقد اجمع اهل العلم على اباحة الفطر للمريض في الجملة والاصل فيه قول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر واما السفر فيشترط فيه ان يكون طويلا مما تقصر فيه الصلاة ان لا يعزم المسافر الاقامة اكثر من اربعة ايام ان لا يكون سفره في معصية بل في غرض صحيح عند الجمهور وذلك لان الفطر رخصة وتخفيف فلا يستحقها عاص بسفره كأن يكون مبنى سفره على المعصية كما لو سافر لقطع طريق مثلا واما الحمل والرضاع فقد اتفق الفقهاء على ان الحامل والمرضع لهم الفطر في رمضان بشرط ان تخافا على انفسهما او على ولدهما المرض او زيادته او الضرر او الهلاك ودليل ترخيص الفطر لهما قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فليس المراد من المرض صورته او عين المرض فان المريض الذي لا يضره الصوم ليس له ان يفطر فكان ذكر المرض كناية عن امر يضر الصوم معه وهو معنى المرض وقد وجدها هنا وبه تدخل الحامل والمرضع تحت رخصة الافطار واما الشيخوخة والهرم فتشمل الشيخ الفاني وهو الذي فنيت قوته او اشرف على الفناء واصبح كل يوم في نقص الى ان يموت والمريض الذي لا يرجى برؤه وتحقق اليأس من صحته والعجوز وهي المرأة المسنة والدليل في شرعية افطار هؤلاء قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنهما الاية ليست بمنسوخة وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصومه فيطعمان مكان كل يوم مسكينة واما ارهاق الجوع والعطش فمن ارهاقه جوع مفرط او عطش شديد فانه يفطر ويأكل بقدر ما تندفع به ضرورته ويمسك بقية اليوم ويقضيه واما الاكراه فهو حمل الانسان غيره على فعل او ترك ما لا يرضاه بالوعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امة الخطأ والنسيان وما استكره عليه اللي شكرا